أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية أن مركز الاتصالات منذ الإعلان عن بدء تشغيله قبل أسبوعين في الثاني عشر من سبتمبر الجاري قد تلقى أكثر من أربعة ألاف ومئتي مكالمة هاتفية ويعد مركز الاتصالات أحد القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات حول العملية الانتخابية ويدار من قبل موظفين مؤهلين ومدربين للرد والإجابة على كافة استفسارات المتصلين وبإشراف من اللجنة القانونية التابعة للإدارة التنفيذية للانتخابات ويأمل المركز يوميا وخلال العطل والإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة التاسعة مساء ولفتت الإدارة التنفيذية للانتخابات أن اهتمام المواطنين بمراجعة مركز الاتصالات للحصول على مختلف المعلومات يعكس حرص الناخب البحريني على تنمية ثقافته القانونية حول العملية الانتخابية